نحو 350 دائرة انتخابية تشكل أحد أهم رهانات الأحزاب التونسية لكسب أصوات الناخبين التونسيين في الانتخابات المحلية التي ستجرى في السادس من مايو المقبل وبدأ المتنافسون بالقائمات الانتخابية حملاتهم الدعائية لترغيب المواطن للإدلاء بصوته فهذه الانتخابات هي الأولى من نوعها بعد الثورة التونسية وتأسيس الدستور الجديد وهو ما يكسبها طابعا مميزا في ذل التعدد الحزبي المهيمين على المشهد ما كان من تكوين 350 قائمة إذن كانت حركة نيدة تونس ممثلة في كل التراب التونسي تقريبا كانت هذه مرحلة مهمة جدا خاصة حزن اختيار الأشخاص الذين كانوا معروفين بالنزاهة متاحهم معروفين بالإشعاع متاحهم في الجهات متاحهم واختلفت ردود فعل الشارع التونسي إزاء الوعود الانتخابية المقدمة لهم فشق كبير منهم فقد ثقته في الطبقة السياسية ويعتبرون برامج الأحزاب مجرد حبر على ورق فيما أشاد عدد كبير بتمكين ما يناهز 35 ألف رجل شرطة وجيش من المشاركة في الانتخابات المقبلة وهي أول خطوة ديمقراطية في هذا الاتجاه في تاريخ البلاد استعقبش تنتخبو كيف ما ترام يعني تشوف وضع البلاد وصخة زبلة ناس تظهر كان في المناسبات تمد وجوها في التلفز يوم بعد ما تقع حد شيء وما تراح حد شيء احنا قاعدين نطفق في فاتورة ولت ما نفهمش ثقة ما بين طبقة سياسية والمواطن فيه ما نفهمش حتى حاجة من نجمشنا لكريديبليتين اللي فما والشفافية اللي فما عادش فما شفافية انتي أنا مش مشينا ننتخبك ونعتيك سوتي ونعتيك ونعتيك سوتي ونعتيك سوتي ونعتيك سوتي ونعتيك سوتي ونعتيك سوتي ونعتيك سوتي نوصلوهم ونبعد ما نقعوهم الجملة وتتنافس كل من حركة النهضة وحزب نداء تونس على كسب اكبر عدد من المقاعد في المجالس البلدية التي تلعب دورا سياسيا هاما من خلال القرب اكثر من المواطن وبالتالي ضمان اتساع القاعدة الجماهيرية لهذه الاحزاب انطلقت الاحزاب التونسية في حملاتها الانتخابية اكثر من الفي قائمة انتخابية تراهن على كسب ثقة المواطن وصوته ضمن الانتخابات المحلية التي ستشهد لاول مرة في تاريخ التونسيين مشاركة العسكريين ورجال الشرطة نجلاء بخريس الغد تونس تونس